اليوم سوف نتحدث عن مقدمة بسيطة نتحدث عن مقدمة بسيطة في مكافحة العدوى في مراكز ضد الأسنان حقيقة نحن نعتبر أن الدينتال كلينيكس في المنطقة هي شركاء لنا في تقديم رسالتنا والوصول لأهدافنا ما رح طول عليكم في المقدمة First of all, we are going to talk about what is infection control for some colleagues who are not aware or not they didn't have a full picture of infection control and its importance so infection control briefly to prevent or to reduce the risk of healthcare associated infection in patients, employees and visitors so we are following the infection control protocols to prevent infection among patients and employees and visitors the responsibility may be met by working together to promote safe infection control practices observing all rules, regulations, procedural guidelines and starving to improve the quality of patient care the responsibility of following infection control protocols is for all healthcare workers to reach our goals so why infection prevention and control? why we are talking about infection prevention control? why we are focusing on infection control and dental sitting? for many reasons to protect our patients to protect healthcare workers and protect ourselves as healthcare practitioners to prevent spread in the community the public health the legal and ethical obligations producing antimicrobial resistance so we are assuming that it is following infection control protocols تعتبر إجراء قانوني أخلاقي طبي لحماية مرضانا وحماية أنفسنا فالinfection control هو متطلب قانوني إذا كان هناك لا قدر الله ما البركتس نحن نبحث عن الهيوث كير ووركر إذا أق الخطر أو إذا إستACK أن يlereاق فمن أجراء جهة أخير بعض الأهم نحن نحن نخفر أي أن لا تlica إنшьكس kamp QH ربما نحن نحن النح jakieś าفر كيف نحن 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 it means malpractice so now what do you think is it important or not the following of prevention and control is it important really important or no the infection control team and dental dend towards things فريق مكافحة العدوى في مركز طب الأسنان لديه مسؤوليات أو كل منشئة صحية في القطع الخاص سواء أسنان أو غير أسنان لكن اليوم نحن نتكلم عن الأسنان لابد أن يكون لديها قسم لمكافحة العدوى حتى لو كانت بشخص واحد من المهم جدا أن يكون في كل عيادة أسنان شخص مسؤول عن أمور مكافحة العدوى وهذه من الأشياء اللي تقيم فيها المنشئة الصحية نحن كمقيمين لما نزور المنشئة الصحية أكثر من خارج نحن كنشئة الصحية وإنما قامت بشكل قليل أمور مكافحة العدوى ومشئة الصحية وأرى أن نحن مكافحة العدوى وكبه أعني كما يكون هذا المنشئة الأسنان يكون مسؤولية أمور مكافحة العدوى very bad sign for the for the Intel Center. Okay what is the responsibilities of infection control assigned person or infection control team in the dental clinic? ما هي مسؤوليات قسم مكافعة العدوى أو الشخص المسؤول عن مكافعة العدوى في المنشئة الصحية? to develop and implement infection control program in the dental center with a clear action plan هو شخص أو إدارة أو قسم تضع برنامج لمكافحة العدوى يغطي جميع جميع الأجزاء أو جميع الأقسام اللي تعمل في المنشئة عن جميع المسؤوليات اللي هو يجب أن يعملها في المنشئة. To develop and implement an annual plan for infection control with a clearly defined objective. لابد لكل منشئة أو لابد لكل قسم مكافحة عدوى أن يكون لدي خطة سنوية يعمل عليها في بداية السنة وهي خطة واضحة المعالم وقابلة للقياس ولا تكون خطة عامة يعني يكون مثلاً ضمن الخطة عمل تدريب لعدد 30-20 موظف أو healthcare worker حسب عدد الموظفين المنشئة تكون خطة قابلة للقياس بحيث في نهاية السنة نحن نعرف كم عمل تدريب لكم موظف بحيث نقدر نقيس أو نستطيع نقيس نجاح الخطة من عدمه. تقليل مثلاً تقليل الإصابات المهنية مثلاً خلينا نقول السنة الماضية عندي خمس إصابات مهنية أو خمس needle injury stick احنا نحاول بالتدريب أن نقلل الإصابة المهنية إلى صفر بشرط أن تكون قابلة للقياس وهذا المقصود في الأنوال مسؤولية قسم مكافحة العدوى أنه يتأكد من وجود السياسات والإجراءات سهلة الوصول لجميع الطاقم الطبي في العيادة أو في المركز الطبي من خلال توزيعها للإستاب ورقياً أو من خلال أو إلكترونياً وتكون سهلة الوصول ويكون جميع الممارسين الصحيين يعرفون كيف الوصول لها وهم على دراية على محتوى السياسات والإجراءات ومطلعين على محتوى السياسات والإجراءات وأن تكون أبديتد بناء على المراجع المعروفة مراجع الوزارة الصحة أو المراجع العالمية المعتمدة وتكون سهلة الوصول للممارسين الصحيين أيضاً من مهام قسم مكافحة العدوى في المنشآة الصحية أنه يتأكد على تدريب جميع الممارسين الصحيين في المنشآة الصحية على بروتوكولات مكافحة العدوى وتوثيقها من الأشياء التي نواجهها في المنشآة الصحية يكون التركيز على تدريب الممارسين الصحيين ويتم نسيان تدريب الـ Housekeeping Services وهذا أمر مهم بحيث أنه الـ Housekeeping Services أو الـ Environmental Services هم جميعاً من المنشآتنا فلابد أن يتم تدريبهم بطريقة الصحيحة وتوثيق تدريبهم طيب ممكن يجي سؤال يقول طيب إحنا ندرب الممارسين الصحيين واضح ومعروف الـ Housekeeping ندربهم على إيش الـ Housekeeping ندربهم على أشياء مهمة أهمها طريقة تخفيف المحليل أو طريقة تخفيف المطاهرات للـ Environmental Services بحيث أنه كثير من المنشآت الصحية لما نزورهم نسأل الـ Housekeeping Services كيف تخفيف المحليل يتم تخفيفها بشكل عشوائي بالتالي بالتالي تطهير يكون بالطريقة أو تطهير الأسطح يكون أو تعقيم الأسطح يكون بالطريقة غير فعالة فلابد أننا نرجع لمحتوى المطاهرات ونتأكد من أنها مطاهرات متوافقة مع معير وزارة الصحة وتكون Approved Disinfectant ونتأكد أن يتم تخفيفها بالطريقة الصحيحة من خلال الـ Instructions على المحالية لنفسها وندرب العاملين الصحيين على تطبيق التخفيف الصحيح وتركه المدة الصحيحة اللي هي نقولها Contact Time ممارسين الصحيين أو العمال النظافة يتم تنظيفهم الأسطح وتطهيرهم الأسطح بطريقة برضو بعض المرات نشوفها غير مكتملة بحيث أنه يضع المحلول على السطح ويتم مسحه بنفس اللحظة وهذه الطريقة يعني غير دقيقة لازم نتأكد من تعليمات المحلول نفسه كم دقيقة أو كم ثانية يتم وضعه على السطح وبالتالي يتم مسح المحلول بعد الوقت المطروب اللي نسميه Contact Time وهذا مكتوب على المطاهر نفسه Also to determine appropriate dental health care practitioner or personal immunization من مهام مكافحة العدوى أو من مهام مسؤول مكافحة العدوى في الموش الصحية في القطاع الخاص التأكد من أن جميع الممارسين الصحيين لديهم اللقاحات المناعية المطلوبة من ضمن المعايير مكافحة العدوى والتأكد على حصول الممارسين الصحيين على اللقاحات المطلوبة لحماية الممارسين الصحيين من العدوى ولمنع العدوى أيضا للآخرين To prepare work related injury illness reporting forms exposure incidents and accident reports التأكد من رصد جميع الإصابات المهنية في المنشآة الصحية والإبلاغ عنها رسميا بالطريقة الصحيحة وذلك لعمل إحصائيات مناسبة ولتتبع أي عدوى لا قدر الله في الممارس الصحي ولرصدها إلكترونيا والتأكد من أن النماذج المطلوبة تم تعبئتها بشكل صحيح والتأكد من أن المصاب تم عمل البححصات اللازمة للتأكد من سلامته من الإصابة أو من العدوى So every dental healthcare setting needs to record and document all injury happened for the healthcare practitioner and document it and make a required screening and required vaccination for healthcare worker to prevent any infection to the healthcare worker or to the community أيضا من مهام مقسم مكافحة العدوى في المنشآة الصحية في القطاع الخاص to monitor compliance with IBC infection control and prevention standard through audit checklist and another method أيضا من مهام مقسم مكافحة العدوى لمتابعة مدى تعاون أو مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى في المنشآة الصحية من خلال الجولات أو الزيارات للأقسام والتأكد من ارتزام الممارسين الصحيين بمعايير مكافحة العدوى ووجود check list for all department and check list and other methods for example there is a check list for a medical store regarding the temperature regarding the humidity regarding the cleaning of medical store regarding expired date of medical store so also check list for toilets and WC and check the cleaning of WC and all the healthcare worker or the house keeping doing their work properly and our duty to make observation and make round to check all these are completed أيضا من مهام مكافحة العدوى to evaluate and implement safer dental devices لتأكد من أن الـ items أو الـ instrument أو الـ items اللي عندنا في المنشآة الصحية هي آمنة ويعني ريسك منها قليل للممارس الصحي to ensure the availability of supplies and equipment needed to infection control للتأكد من أن الـ supplies للمكافحة العدوى أو مستلزمات مكافحة العدوى موجودة بكميات كافية في المنشآة الصحية وعمل خطة أو عمل emergency stock للمنشآة الصحية هذا أيضا من مهام مسؤولية قسم مكافحة العدوى في المنشآة الصحية لأنه بعض المرات في زياراتنا لما نذهب إلى المنشآة الصحية لما نزور المنشآة الصحية ونتأكد أنه مثلا بعضهم مستلزمات مكافحة العدوى ما هي بموجودة وما في أحد مسؤول يطلبها بحيث أنه كل شخص مركز على عمل الميديكال أو عمل المواد الأسنان فقط ولا يتم مثلا التأكد من وجود متطلبات التعقيم في قسم التعقيم لأنه قسم التعقيم الجميع يعمل فيه وكل شخص يركز على نواقص العيادة ولا يركز على نواقص التعقيم فعشان كده لما نقول فيه شخص يكون مسؤول عن التعقيم فهو حينتبه للأشياء هذه وحيكون عنده في الحسبان وحيكون عنده الكميات النواقص ومتى يطلبها ومتى ما يطلبها ويكون أيضا قسم مكافحة العدوى عنده بحيث أنه ما تقل مكافحة العدوى عن عدد معين كلافز عدد معين بوكس عشرة بوكس مينمم متى ما وصل العشرة بوكس يطلب أكثر متى ما وصل عشرة باك مثلا كاون يطلب أكثر متى ما وصل كيميكال انديكيتور عدد معين يطلب أكثر متى ما وصل بيولوجيكال انديكيتور يطلب أكثر وهكذا أيضا من مهام قسم مكافحة العدوى لتأكد أو مراقبة أو متابعة التخلص الآمن من النفاية الطبية بطريقة صحيحة حسب الدليل النفاية الطبية أيضا من مهام مكافحة العدوى لتطبيق أو لمتابعة أي مهام لها علاقة بمكافحة العدوى مثلا مهام الـ Environment مهام الـ Constructions هذه كلها مهام لها related لمكافحة العدوى يجب على قسم مكافحة العدوى أو مسؤول مكافحة العدوى أنه يتأكد من تطبيقها بالطريقة الصحيحة What are the risk factors leading to healthcare acquired infection in the dental setting طيب What are the risk factors leading to healthcare acquired infection أيش الأشياء اللي أو المخاطر اللي تؤدي إلى الـ Infection في مراكز الأسنان A several risk factors can contribute to healthcare acquired infection in dental settings Some of keys factors include هذه الأشياء لها تداخل أو سبب رئيسي أو ممكن أن تكون سبب في نقل العدوى داخل المنشآة الصحية وهذه أريد أن نركز عليها لأنه فعلا هذه الأشياء قد يكون فيها تقصير في الأداء وبالتالي يكون هنا في عندنا انفكشن وإحنا ما احنا ماخذين بالنا من هذا الأمر أهم الأشياء هذه Contaminated instruments and surfaces Improper cleaning and sterilization of dental instruments and equipment can lead to the transmission of infections between patients عدم تعقيم الأدوات وتطهير الأسطح بالطريقة الصحيحة سبب رئيسي للاقل العدوى بين المرضى أو هذا كلنا نعرفه نظريا وجميع الممارسين الصحيين نعرفون شيء هذا نظريا لكن لا بد أن يكون في عملية نتأكد من تطبيق هذا الشيء داخل المنشآة الصحية ولا نكتفي بفهم الشيء هذا عمليا Hand hygiene Hand hygiene كما نعلم وهذا أكون معكم صريح للأسف يعني بعض الزملاء وهم قلة يعني بعض الزملاء يكتفي بتغيير الغلافز وإكمال عمله مع المريض الآخر بحجة أنه أنا غيرت الغلافز هو الغلافز الملوث ويدي تحت الغلافز فبالتالي ما في تغيير الغلافز وهذا إجراء للأسف خاطئ وخاطئ جدا يعني ويجب أننا يعني نعمل hand hygiene or hand wash between every patient regardless أنه أنا لابس gloves ولا ما أنا بلابس gloves هذا لازم أننا نعمل hand hygiene and adhering to hand hygiene hand hygiene five moments نطبقها بطريقة الصحيحة وللأسف الممارسين الصحيين يعني بعض الممارسين الصحيين يكون عارف أنه مهم ال hand hygiene لكن في الواقع يكون في قصور في هذا الأمر وهذا أمر مهم يجب أن ننتبه له ونحسن من الأمر هذا داخل منشآتنا الصحية ونشجع عليه lack of proper personal protective equipment insufficient or improper use of PPE such as gloves, masks and protective eyewear can increase the risk of cross-contamination عدم وجود أو عدم توفر ال PPE بكميات كافية أو عدم توفر بعض أصناف ال PPE هذا من أهم مسببات cross-contamination في المنشآة الصحية مثلا بعض الممارسين الصحيين أو عندي إجراء معين مثلا إجراء التنظيف الأسنان or scaling and polishing and the healthcare workers did not wear for example full PPE and gloves and gown and eyewear so the arousal generated arousal from the procedure can contaminate the person or contaminate the healthcare workers inadequate water quality contaminated water and contaminated water used in dental unit water lines can introduce harmful microorganisms into dental sitting poisoning and risk of infection من الأشياء المهمة عندنا في مراكز الأسنان وهذا قد يكون يجهل كثير من الممارسين الصحيين في القطاع الخاص أنه خطوط المياه أو الماء في وحدات الأسنان يجب عمل لها تحليل كل ستة شهور أو عمل lab test or microbiology test for water coming from dental units every six months for each dental unit يجب عمل تحليل microbiology للماء أو المياه الصادرة من كرسي الأسنان مرتين في السنة حسب دليل أو حسب قوانين أو معيير مكافحة العدوى المعتمدة بالإضافة إلى التأكد من using daily and weekly waterline disinfectant solutions and suction disinfectant solution وهذا مناسبة هذه هناك في خلط بين suction disinfectant and waterline disinfectant كثير من عيالات الأسنان تعمل suction disinfectant وتعتقد أنه هذا كافي لا هذا فقط لسوكشن system يعقم الشفط ولا يعقم خطوط المياه خطوط المياه اللي هي الخطوط اللي تطلع للهاند بيس أو تطلع للسكيلر أو تطلع للكوب فيلر أو تطلع للسبيتون هذه خطوط مياه داخل الوحدة يجب تطهيرها حسب تعليمات الشركة الصانعة لكرسي الأسنان وهو مختلف كليا عن مطاهرات السكشن فبالتالي عندنا نوعين من المطاهرات عندنا مطاهرات للسكشن وعندنا مطاهرات الخطوط المياه وهذا يجب التأكد منها واتباعها بشكل دقيق هذا أيضا من أسباب وجود انفكشن في المنشآة الصحية يجب على المنشآة الصحية اتباع الدليل الوطني لتخلص الآمن للنفايات الطبية والنفايات الصحية بطريقة صحيحة وتخلص من نفايات كل كاتيجوري أو كل نفايات بالطريقة حسب ما نص عليه الدليل الأخير عدم تطبيق النظافة العامة في المنشآة الصحية أمر مهم جدا أساسي في سبب انتقال الأمراض أو انتقال العدوى في المنشآة الصحية بالتالي لما نزور بعض المنشآة الصحية لما ندخل المنشآة وندخل مثلا التوليت ما نحصل والله فيه تنظيف مستمر أور تشيكليست أور جدول للتنظيف لما ندخل المستودع الطبي نحصل الأسطح وبعض الأرفف فيها دست أو غبار ولا فيه جدول للتنظيف لما ندخل بعض العيادات نلاحظ بعض الأسطح فيه مثلا غبار وعدم وجود جدول لتنظيف العيادة هذه كلها مؤشرات يعني مؤشرات تعطينا مؤشر أو تعطينا indicator if this clinic is obey or follow the infection control protocols or not lack of staff training أيضا ولاحظنا أن عدم وجود تدريب في المنشآة الصحية له تأثير كثير أو تأثير كبير في انتشار أو سبب انتشار عدوى في المنشآة الصحية So lack of staff training inadequate training of dental staff of infection control protocols and practices can result in lapses that lead to healthcare acquired infection عدم وجود التدريب الكافي للممارسين الصحيين في المنشآة يؤدي إلى وجود إصابات أو وجود عدوى في المنشآة الصحية مثل عدم تدريب الممارسين الصحيين على safe injury practice or safe sharps practice هذا يؤدي إلى العدوى في المنشآة الصحية We are going to talk about leadership support and importance of leadership support to reach our goals بنتكلم عن أهمية الدعم الإداري أو دعم مالك المنشآة أو دعم المدير الطبي أو دعم مدير التشغيل في المنشآة الصحية للوصول للهدف هنتكلم عن أهميته هذا الأمر What is the impact of leadership support and infection control for dental setting ما هو أثر ما هو أثر دعم الدعم الإداري لمكافعة العدوى في منشآة الطب بلسنان Leadership support plays a crucial role in promoting and maintaining effective infection control practices in dental settings Here are some keys impact leadership support and infection control for dental setting هذه النقاط التالية تبين مدى تأثير دعم الإداري للمنشآة أو دعم الإداري لمكافعة العدوى في المنشآة الصحية حسب خبراتنا السابقة في حال وجود دعم إداري مدير المنشآة أو قائد المنشآة أو مالك المنشآة يدعم مكافعة العدوى وفريق مكافعة العدوى بالتالي جميع الممارسين الصحيين في المنشآة الصحية يكونون عندهم قبلية أكثر للتعاون مع مكافعة العدوى وذلك بسبب الدعم الإداري فالstaff أو الهيلث كير ووركر لما يعرفون أنه قائد المنشآة أو مدير المنشآة داعم لك كمكافعة العدوى بالتالي هما حيصيرون داعمين لكن إذا شافوا قائد المنشآة ما هو داعم لمكافعة العدوى وله مهتم في مكافعة العدوى حيكون نقول بالعامي تطنيش لمكافعة العدوى فبالتالي يجب على قادة المنشآة الصحية داعم مكافعة العدوى في المنشآة ودعم جهود مكافعة العدوى في المنشآة للوصول إلى الهدف بالتالي الأشياء التالية تتأثر بدعم الإداري setting expectation a strong leadership support help establish clear expectation regarding infection control protocol and practices within the dental facilities this is a tool for compliance among staff members متى ما كان الدعم لدالي موجود a staff member in healthcare setting will be willing to follow infection control practices resource allocation leader can allocate resources such as funding for training purchasing necessary supply and implement update infection control technologies to support effective implementation of infection control measures إذا كان القائد في المنشآة الصحية داعم بالتالي حيساعدك على التدريب حيساعدك على توفير النواقص من مستلزمات ومكافعة العدوى حيساعدك على توفير التقنيات اللازمة لمكافعة العدوى في المنشآة الصحية فبالتالي improve your work training and education leadership can prioritize prioritize training and education initiatives to ensure that all staff members are informed about the latest infection control guidelines and best practices this helps in fostering and clustering and culture of safety within the dental practices في حال إنه كان الإدارة أو المدير أو leadership support للتعليم أو للتدريب فهم حيقدموا لك التسهيلات في التدريب اللازم للسطاف فبالتالي يكون جميع الستاف updated regarding infection control protocols accountability leader can hold staff members accountable within infection control protocols by monitoring compliance providing feedback and address any lapses or non-compliance effective يكون الإدارة في دعمها تضع جميع الستاف مسؤولين عن التدريب ومسؤولين عن التطوير والتحسين ويتابعون أي shortage or أي نواقص في التدريب or أي عدم التفاعل من الستاف فبالتالي يكون دعمين لمكافعة العدوى في التدريب والتعليم continuous improvement leadership support is essential for promoting a culture of continuous improvement and infection control practices leaders can encourage staff feedback conduct regular auditing فيجب على الإدارة أنها تساعد قسم مكافعة العدوى وتنشر ثقافة التعليم المستمر في المنشآة الصحية لأن مكافعة العدوى يعتمد بشكل أساسي على التدريب المستمر infection control practices is continuous education enhance patient safety الدعم الإداري يؤثر بشكل مباشر على patient safety متى ما كان الإدارة أو المنشآة الصحية إدارة المنشآة الصحية داعمة لمكافعة العدوى وتحقق مطالب مكافعة العدوى فينعكس ذلك على patient safety وعلى staff safety بالمختصر دعم الإدارة في المنشآة الصحية يرفع من مدى انطباطية المنشآة يرفع من مدى تطبيق المنشآة للمعايير يقلل الإصابات المهنية ويقلل العدوى في المنشآة الصحية ويطور أو يحسن من جودة البراكتس للمنشآة الصحية ليش في كل منشآة الصحية نحن نقول لازم أن يكون فيه قسم لمكافعة العدوى أو مسؤول لمكافعة العدوى تأثير مكافعة العدوى في وجودها في المنشآة الصحية تحليل الداتا المقدمة أو اللي حصلوا عليها خلال السنة تحليلها والعمل بناء عليها مثلا تحليل الإصابات المهنية إيش أسباب الإصابات المهنية تحليل عدم تطبيق وضع نفاية الطبيب الطريقة الصحيحة إيش الأسباب ودراسة الأسباب وإيجاد الحلول هذه كلها من أهم أسباب وجود قسمهم متخصص في مكافعة العدوى في المنشآة الصحية ليعمل الأشياء هذه Education and Training من وجود قسم مكافعة العدوى يعني يعمل على Education وTraining في المنشآة الصحية ويتأكد من تطبيق المعايير في المنشآة الصحية Policy Development يعمل على تجهيز السياسات والإجراءات الخاصة في المنشآة الصحية Working on Implementing and Initiate and Implementing Dental Policy within the Healthcare Facilities وبهذه المناسبة نحن نأكد على أن جميع العيادات وجميع المنشآة الصحية يجب أن يكون لديها سياسات وإجراءات محدثة وموقعة في المنشآة الصحية علشان توحيد الإجراءات الداخلية وتطبيقها وعدم الوقوع في أخطاء Outbreak Management برضو مكافعة العدوى في حال قدر الله حصل وجود إصابة مهنية أو عدوى داخل المنشآة الصحية أو مارس صحي ظهرت عليها عراض عدوى يتم احتواء هذا الأمر بشكل مبكر وبطريقة صحيحة وكلنا يعني يمكن مرت علينا حالات ممارسين صحيين في منشآتنا يكون مثلاً أصيب بعدوى أو أصيب بCOVID-19 وكيف كانت متتبع المخالطين والأشياء هذه فإذا كان فيه ممارس صحي أو قسم مكافعة عدوى Qualified في المنشآة الصحية He can contain the situation early أيضاً من مهام قسم مكافعة العدوى في المنشآة الصحية collaboration with another department such as nursing, environmental services and clinical department to ensure infection prevention measures are followed consistently So التعاون مع الأقسام الأخرى والتأكد من تطبيق المعايير أو تطبيق بورتوكات مكافعة العدوى مع الأقسام الأخرى والنقاش مع رؤساء الأقسام الأخرى في حال كان عندهم بعض الأفراد يعني يحتاجون تدريب أو يحتاجون تطوير أو يحتاجون تأكيد على تطبيق المعايير فبالتالي يكون في تعاون بين الأقسام للوصول للهدف So we say briefly each dental center should assign a designated team or individual responsible for implementing the infection prevention control program in the center كل منشآة صحية يجب أن يكون لديها قسم أو شخص مسؤول عن تطبيق معايير مكافحة العدوى ويكون معين لتطبيق مكافحة العدوى بشكل رسمي من قبل إدارة المنشآة يعني قرار إداري أنه فلان هو مسؤول عن مكافحة العدوى في المنشآة الصحية ويعطى الصلاحيات الكاملة لتطبيق معايير مكافحة العدوى وعلى رؤساء الأقسام التعاون في ذلك عدد ممارسين مكافحة العدوى في المنشآة الصحية يعتمد على عدد العيادات ويعتمد على الضغط العمل ولكن بحد أدنى يجب أن يكون هناك ممارس صحي واحد مسؤول في كل منشآة صحية يعني مثلاً عيادة فيها أربع أو خمس عيادات تختلف عن عيادة فيها مثلاً ثلاثين أربعين عيادة فبالتالي يجب أن يتمتعين ممارسين مكافحة العدوى بشكل كافي في المنشآة الصحية برنامج مكافحة العدوى يجب أن يكون المنشآة الصحية موجود في الرامج المكافأة العدوى يكون include the policies and risk assessment include hand hygiene or practices of hand hygiene include PPE include sterilization and disinfection include environmental controls including constructions patient care practices and management of sharp and waste education and training surveillance and monitoring emergency preparedness documentation and record keeping وهذا أمر مهم نعمل لما نروح للمشاهدة الصحية نحصله مجتهد ويعمل تدريب ويعمل خطط ويعمل ويعمل ولكن كله يعني ما فيه أي document أو documentation للعمل اللي هو عمله فdocument مطلوب لأي إجراء يعمله الممارس الصحي في مكافأة العدوى مثلا تحليل المياه يقول مثلا إيه نحللنا المياه ولا عملنا تطهير العيادات ولا طيب ما فيه أي document يثبت هذا لحفظ حقوق المنشأة لا قدر الله صار فيه أي إشكالية وجاء تساؤل عن الإجراءة هل تم عمله أو لا فما فيه أي record أو document يثبت عمل الإجراء patient education من خلال الشاشات أو من خلال البروشورات healthcare worker immunization and vaccination وهذا للأسف مهم جدا في عيادات الأسنان في القطاع الخاص عدم وجود أو عدم التأكد من أن الممارسين الصحيين they get required immunization and vaccination ممكن أحد يسألني what is the immunization required we will talk about it later what is the importance of infection prevention control policy procedure ليش طيب إحنا نسأل أو ليش إحنا نطلب بضرورة وجود policy procedure inside the clinic for the following reason protecting patient safety protecting healthcare workers legal and regularity compliance أنه هذا وجودها متطلب قانوني في المنشآت الصحية يجب أن يكون في المنشآت الصحية policy and procedure it is illegal and mandatory standardization of practices لتوحيد الممارسات في المنشآت الصحية بحيث أنه مشكلة الممارس يعمل إجراءات أو بروتوكالات لمكافحة العدوى حسب المزاج أو عدم يعني يكون فيها توحيد لإجراءات في المنشآت الصحية preventing of outbreaks لمنع وقوع أي عدوى أو سلسلة عدوى في المنشآت الصحية education and training quality improvement and patient satisfaction جميع الأشياء هذه كلها يعني في حال وجود policy and procedure في المنشآت الصحية تحصل على جميع الأشياء هذه بكل بساطة طيب infection prevention control education and training أمر مهم جدا training في المنشآت الصحية ويجب على المسؤول المكافحة العدوى في المنشآت الصحية أن يضع في عين الاعتبار التدريب على الcomponent التالية basic infection control principles وأيضاً يكون تدريب للهاند hygiene أيضاً يكون تدريب على البيبي أيضاً يكون تدريب على الenvironmental cleaning and disinfection including dilation and including contact time sterilization and disinfection of instrument isolation precaution surveillance and outbreak management safe injection practices and sharp management patient and family education لازم يكون التدريب في المنشآت الصحية يتكلم عن المعايير هذه أو يتكلم عن العنوين هذه وتوثيق التدريب بأسماء المتدربين والتاريخ والوقت والتوبك وتوقيع المتدرب dental health care worker vaccination ما هي vaccination المطلوبة للممارسين الصحيين في عيادة الأسنان وهذه الvaccination مأخوذة من الدليل الوطني أو مأخوذة من المنويل المكافعة العدوى في المنشآت الصحية الأصدار الأخير 2023 فبالتالي الvaccination هذه تحتبر mandatory وليقل للممارسين الصحيين في المنشآت الصحية بالحصول عليها dental health care practitioner should be vaccinated against the following illness COVID-19 hepatitis B influenza measles mumps روبيلا بريزيلا سوستر تشيكم بوكس تيتانوس with booster every 10 years يجب على الممارسين الصحيين في مكافعة العدوى ويجب على قسم مكافحة العدوى التأكد من حصول الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية على هذه اللقاحات حيث أن هذه اللقاحات حسب المنويل المكافحة العدوى تعتبر ضرورية جدا وتعتبر قانونية والاحتفاظ بسجلات التطعيم في ملف الممارس الصحي water quality monitoring كما تعلمون الwater quality monitoring في عمل الديلي والويكلي waterline disinfectant تطهير خطوط المياه اليومي والأسبوعي يجب أيضا عمل تحليل مايكروبيولوجي لدينتل يونيت كل ستة شهور لكل عيادة وتأكد من توافقها مع المصطلب المصطلب الوطني لمكافحة العدوى الواء هو 500 كولوني فورمين جورت بير ميلي ويجب أن يكون ديكومنتد مثل ما تشفون بالصورة يجب أن أخذ عينة with the sterile technique عينة من وحدات الأسنان كل ستة شهور من خلال علبة أو من خلال بطل sterile bottle not clean bottle sterile bottle by septic technique sterile technique and رسالها للمعمل والاحتفاظ بالنتيجة في حال كانت أقل من 500 فهي صالحة في حال كانت أكثر من 500 فتعتبر ملوثة فهذه الإجراء يجب أن يعمل لمشاة الصحية أنا أعرف أنه كثير من المشاة صحية يمكن أن لا يوجد خبر في هذا الموضوع لكن يجب حسب الدليل وحسب المانوول أنها من الطلبات القانونية للمنشئة الصحية يجب أن يعملها كل ستة شهور شكرا لكم مرجعنا اليوم في محاضرتنا اليوم من المانوول of infection prevention control and dental setting الصادر من وزارة الصحة النسخة الثالثة لعام 2023